بين أكوام هذه الخيوط يجلس أبو علي منهمكا في حياكة شباك الصيد منذ ستة عقود مارس هذه الحرفة التي توارثها عن الآباء والأجداد فهو يعتبرها جزءا من حياته ومصدر رزق له ولعائلته هذه الحرفة استعرثتها من آبائي ومن والدتي يعني أنا كنت بالمدرسة عمري سس سنوات فمن أجي من الدوام أو بالعطلة السنوية أجي يوم والدتي كانت تشتغل بالمحل ويا أبوية عيني فأنا هم عينهم وهمت توارثتها خواتهم كانت يشتغلين بالبيت نجيب الشغل من المحل نودي للبيت يصنعنا يرتبنا هاي يحطنا بقواني الصبح هنا من نطلع ناخذ القواني هاي الشباك الجاهز هنجي زنو نجي للمحل على باب الله نبيعه هاي المهنة جزءا من حياتي يمتلك خبرة ممزوجة بمهارة عالية فهي تتطلب الصبر والتركيز ويجد المتعة في هذا العمل الشباك اختلفت أحجامها وأشكالها حسب طريقة الصيد المستخدمة ونوعية الأسماك المرادي استيادها أنواع الشباك يعني أنواع كل شهواي من اللاعيم لما يوصل إلى 100 كيلو 150 كيلو 80 كيلو أنا صايد صايد السمتة زغيرونا كلش يعني أربع غرامات خمس غرامات وصايد بالسدمة للكوت 170 كيلو وزن الواحد والشباك أشكال مثل نسميه أبو الـ 24 أبو الـ 25 هذا دودي 16 14 اسباعي 8 كل من حسب قياسه على الرغم من دخول وسائل الصيد المتعددة والحديثة إلا أن هذه الشباك ما زالت تشهد إقبالا في مدينة الكوت حيث يحرص الصيادون على استخدامها أثناء الصيد أنا صايد السمت جيت أشتري أشباك من سوق الأشباك والصيد نحن هذا يعني الشغلنا هو هذا فنشتغل بالشط دجلة والصيد إلى أوقات يعني وقت ندير حسب يعني طعب الصبح للعصور أو بالليل نفس شيء أو كقسم الشباك بيت يعني بعد أن تنصب بالليل إذ الصبح نحوي شوف شكل ما كوي يعني أكون أبعا صايد أكون أبعا صايد حرفة تقليدية ما زال البعض متمسكا بها ويحافظ عليها لأنها تعد موروثا عريقا في ذاكرة الزمن من محافظة واسط لبرنامج صباح الخير يا عراق ابتسام الصافي